العالمين بقى ببواطن الأمور يشرحوا للناس لأنه الكلام ده هيوصل لكل نجح لكل قرية لكل مركز للمحافظات البرة القاهرة واليوبية والجيزة فاللي أنا أقصده أنه هيوصل لكل مواطن وغالبية المواطنين عندهم مشكلة في هذا لترحيل نتكلم على 2 مليون 800 ألف مخالفة في 60 ألف تقدموا بالتصالح الباقي ما تقدمش بلازم العملية الحاسمة من جانب الدولة في هذا الإطار وإحنا أنا كنت شايفة أنه فيه تطبيق حاسم من جانب الدولة ومؤسساتها في هذا تقول لك لا سيبوا وقصارهم ومش عارف إيه وبتاع وشغل الصعب نياب بقى شغل الصعب ما أنت أتطبق القانون يا ما طبقش يعني 60 ولا 70 ألف دول من 2 مليون 800 ألف يعني 60 ولا 70 ألف دول وحشين جوم يعني على نفسهم ولا هم عايزين يصلحوا وعايزين يعني يدوا ممارسة لمؤسسات الدولة في هذا الإطار طب ما 60 وال70 ألف دول ليه ما يكونوش مثلا 600 ألف و700 ألف ليه ما يكونوش مليون و600 ألف ليه ما يكونوش 2 مليون و600 ألف بدلا ما هو ما 2 مليون و800 ألف ليه ما يكونش الـ 2 مليون و800 ألف يعني لو شدنا 10% والـ 15% لسه فيه معاكسات وفيه حاجات مش تمام ليه الباقي ما دخلش يعني ليه القانون ما يتطبقش بالنسبة 70-80% والمخالفين الآخرين يتم مع الوقت كده لحد ما ننصل لـ 100 مش هننصل لـ 100% بس ننصل لـ 70-80% ليه الإجراءات دي ما تتمش مش بتكلم على جانب الدولة كمان تكلم على إن المواطن نفسه عنده فكرة بقى هو بنى مخالف يعني أنا شفت كذا تقرير معمول كان سيدة الرئيس قاعد مع كل أركان الدولة موجودين وكان بيتكلم أنه ما ينفع يعني ما تشوفوا الصورة وصورة الاعتداء على الأرض الزراعية وصورة الاعتداء على يعني خليني أقول الأراضي التابعة للدولة في هذا الإطار شيء مؤسف يعني شيء مؤسف وبالتالي ما تيجي تهد أو تيجي تلتزم بالقانون يقول لك آه ده الناس بانية لأنك ما أنت باني مخالف أصلا أنت باني مخالف أنت بانيت لإيه لما أنت عارف أن ده مش أرضك ودي أرض دولة أن ده أرض زراعية وممنوع تبنح الأرض الزراعية إن وإن وإن بتعمل ليه وبعدين إما تيجي الدولة تطبق القانون إلحق مش عارف إيه تشريد الأسر يا سيد الفضل أنت باني مخالف واحد بنيلي قريب بالمطار بنيلي كذا دور يمنعه اللي بتاع في هذا الإطار ليه فإن شاء الله بإذن الله القانون الجديد بتاع الإدارة المحلية اللي تقدم وبعض أعضاء البرلمان سواء في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب أتمنى أن الأمور تكون في تقدم في الملف ده لأن ده هيهمنا يعني ترجمة نانسي قنقر